في العلني وأمام الشاشات تظهر طهران تأكيدها المستمر على احترام سيادة الحكومة والشعب العراقي وأرضه فيما يستمر مسلسل الهاجمات على الأراضي العراقية سيما القصف الجديد الذي استهدفت إيران من خلاله مواقع في منطقة سيدكان بأربيل في إقليم كردستان القصف الذي شمل إطلاق مدفعية إيرانية خمسة أو ستة قذائف دون إصابات مدبوعا بحسب مصادر محلية بشن هجمات نفذتها طائرات مسيرة على ناحية اسميلان في الإقليم تم عن طريق أربع طائرات لكنه لم يخلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين في ناحية اسميلان حدث يعيد مشاهد الذعر وغياب الأمن للأهالي ذريعة القصف المتكرر على لسان الجانب الإيراني أنه استهداف لمواقع معارضة لطهران ذريعة يرفضها العراق بالجملة والتفصيل إذ توجه بغداد دوما بيانها بلهجة شديدة الاستنكار ردا على استمرار الانتهاك الإيراني للأراضي العراقية وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة طهران بررت قصفها بتصريحات نشرتها وكالتها الرسمية أعلنت من خلالها استهداف القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مواقع لجماعات وصفتها بأنها إرهابية في مدينة أربيل شمال العراق حدث يجذر فجوة ثقة بالتصريحات الإيرانية حول احترام سيادة العراق ما يرفع مؤشر التوتر حول غياب هيبة الدولة التي تنادي بها بغداد وحفظ سيادة أراضيها واستقرار الأرض العراقية اشتركوا في القناة